لكن الأهم واللي كل وسال الإعلام العالمية والإقليمية والمحلية بنتكلم عنه هو هذه الزيارة المفاجئة التي تحمل في طياتها الكثير لوزير الخارجية المصري إلى كل من دمشق وأضنى في تركيا يعني سيد سامع شكري تحرك النهاردة الصبح من القاهرة إلى مطار دمشق اجتماع مع القارة السوريين قارة الرئيس بشار الأسد ومخرجات كانت رائعة الحقيقة ثم انتقل من دمشق إلى الأراضي التركية يستقبله وزير الخارجية التركي في جولة المناطق المنكوبة وأيضا بطائرة عمودية حيث وصلت سفينة المساعدات المصرية إلى تركيا الحقيقة العنوان العريض اللي أقدر أقوله النهاردة هو الدبلوماسية الإنسانية التي ناجحت فيما فشلت فيه الدبلوماسيات الاقتصادية والدبلوماسيات السياسية والدبلوماسيات العسكرية كما قلت خلال الأيام القليلة الماضية النهاردة مصر بتطبق دبلوماسية جديدة بيقودها أيضا رجال الدبلوماسية السياسية وزير خارجية ورجال الدبلوماسية المصرية بيتحركوا صوبة منطقة منكوبة في سوريا ومنطقة منكوبة في تركيا لكن على هامش هذه المشاكل والنكبات الطبيعية التي أثرت على الإنسان سواء في تركيا ونبول الإنسان في تركيا أو في سوريا بيبقى وبتظهر معادن الدول في وقت الشدة بتظهر معادن الرجال وفي وقت الشدة أيضا بتظهر معادن الأمم والشعوب وإحنا معدننا نفيس معدن الشعب المصري نفيس معدن الشعب المصري أصيل الشعب المصري شعب أصيل شعب بنقصون شعب عنده حضارة شعب تحت جلده 7000-8000 سنة حضارة لا مراءة ولا جدالة في ذلك النهاردة خلينا نروح للموضوع بشكل دقيق وصل سيد وزير الخارجية وكان الاستقبال رائع في سوريا وكان اروع في تركيا ده الجديد الحقيقة اللي بنقوله النهاردة وكان مخرجات الحوار تصريحات من الرئيس بشار وبيشكر الشعب المصري وبيشكر القيادة المصري وبيشكر الحكومة المصرية وبيقول انه المصريين مصر احتضنت السوريين اثناء الازمة ولم تعاملهم كلاجئين مصر كانت دولة شقيقة بحق احتضنت الاشقاء السوريين ولم تعاملهم كلاجئين ده الكلام اللي احنا بنقوله من زمان قول النهاردة بيأكده الرئيس بشار الازمة رئيس سوريا شاء من شاء وابا من ابا وفيه كلام كتير بيتقال على انه سوريا وجامعة الدول العربية وترجع وكلام ده احنا بنقوله ده خط عام احنا بنقوله خط قومي حقيقي الشعب السوري للشعب السوري ما يمكن انه ما يكونش الحد ثاني غيره شعب السوري له في قلوبنا وفي عقولنا الكثير وانا قلت وبقول ولن امل ولن اخجل من التكرار ان سوريا فوق الجميع علاقتنا بسوريا فوق علاقتنا بالكثير من الدول لانه سوريا ومصر كانوا دولة واحدة الجمهورية العربية المتحدة والشعب السوري والشعب المصري كانوا شعب واحد وكان جيش واحد مش عايز اعيد وكرر لكن بذكر الناس انه هناك خصوصية لعاقتنا مع سوريا هنقولها وانتنى نقولها حتى تعود سوريا الى الحضن العربي تعود سوريا الى الحضن العربي